برحب بحضراتكم وبصبح على حضراتكم من جديد في برنامجكم صباح الخير يا مصر وخليني أطمن حضراتكم النهاردة على حالة التقص المتوقعة هيئة الأرصاد تتوقع أن النهاردة التقص هيكون مائل للحرارة نهارا على القهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتادل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في النهاردة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات مئوية وهيكون مصحوب بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وواصل سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد أمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى خلونا نتعرف بالتفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية صباح الخير دكتور منار صباح الخير على حضرتك أستاذة الطيما وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك أهلا بحضرتك وصباح الخير على حضرتك وخلينا نطمن ونطمن السادة المشاهدين على أحوال التقسي النهاردة نحن طبعا نطمن كل سادة المشاهدين نحن اليوم الأجواء تكون أجواء خريفية بامتياز هيأثر علينا امتداد لمنحصة جوية في طبقات الدول العليا هيعمل على وجه الصحب المنحصة دول متوسطة اللي هتحجي الجزء من أشاعة الشمس على مدار اليوم فبالتالي هيساعد على انقفاض درجات القرارة انقفاض درجات القرارة بقيمة تتروح من 3 إلى 5 درجات ومعظم محافظات الجمهورية بعد الانتفاعات اللي كنا بنشوفها خلال الأيام الماضية الأجواء خلال فترات النهار هتكون أجواء مائلة للحرارة على الخاهرة الصبرى محافظات الوطف البحر شمال السعيد أجواء معتدلة تماما على التواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط صفة شديدة الحرارة على محافظات جنوب السعيد الجنوب هنا ده فترات النهار وتحديد فترة الظاهرة لكن مع غياب أشاعة الشمس ودخلنا فترات الليل طبعا هيحصل انتصاد في درجات الحرارة وهيكون ملموس ومحسوس أكثر فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر لأن الصغرة تماما هتنخفض فترة الليل وتكون ما بين 23 و22 درجة مقوية أجواء لطيفة تماما فترات الليل في معظم محافظات الجنوب خاصة كمان مع وجود نشاط نزل الرياح نشاط الرياح ده يساعد بشكل جبير على عدم أساسنا بأي نصف غطوبة ويساعد على أساسنا أكثر من خصوات درجات الحرارة طبعا فرص الأمطار مع وجود الصحب المنشفدة والمتوسطة موجودة في معظم محافظات الجنوب لكن كلها فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الوطف البحري القاهرة الكبرى مدن القناية محافظات شمال السعي كمان في أقصى جنوب البلاد والسحرى الغربية لكن كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أو تتايا كنا دائما نتحدث دكتور منار أن وجود أمطار كد تكون رعضية في أسواحل الشمالية فقط لكن مبارح لاحظنا أن سقوط أمطار خفيفة في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى وهل نتوقع أن سقوط الأمطار هيكون مستمرة معنا في الفترة القادمة وهل هيكون بنسبة ضعيفة أم لا؟ طبعا سقوط الأمطار هيختلف يوميا من محافظة لمحافظة بعض المحافظات هتشهد بعض المحافظات الأقلع من يوم اليوم هنأكل سقوط الأمطار هتختلف لكن مجمع الأمطار على مدار هذا الإسبوع كله هي أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أعمال العنشرة اليومية هنشوفها اليوم في القاهرة الكبرى ويمكن كمان مع منتشف الإسبوع ممكن تتصرر مرة أخرى لكن مجمع الأمطار الإسبوع دا كلها مش هتأثر على أعمال الأنشرة اليومية أو الأعمال الدراسية الشابورة المائية هتظل موجودة معنا فصلة الصباح الباكل ساعة اليوم متأخر على أغلب سرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن مش هتكون بنفس الكثافة اللي احنا كتناها الأيام الماضية بسبب وجود المنفصل الجوي فترات الليل والنهار ففي الثالث لسا بالرطوبة مش هنحس بها بشكل كبير ففي الثالث شابورة مائية لكن مش هتأثر كمان على حركة المرور تماما مهم بس جدا أن احنا ناخد بالنا بقدر الإمكان نازم القيادة تكون بهدرسان فترات الصباح الباكر مهم كمان أن احنا في فصل الخريف فصل التقلبات الجوية الحدى والسريعة والتغير في فريط الطقس أن احنا نتابع النشارات الجوية لكن الحمد لله الأحوال الجوية مستقرة تماما الأجواء الخريفية والفتات درجات الحرارة مكمل معنا حتى نهاية الإسبوع دا على الأقل بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهائة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لك للوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة والبداية دائما من القهرة العظمة 31 الصغرى 23 العاصمة الإدارية 31 23 إسكندرية 29 22 العالمين الجديدة 29 22 مطروح 28 21 العظمة في دميات 30 الصغرى 24 فورسعيد 30 24 إسماعيلية 33 23 نسبة لي السويس 33 23 العريش 31 24 كاترين 29 15 طابة 30 24 حلايب 35 26 شلاتين 39 27 شرم الشيخ 38 28 الغداء 38 27 نسبة لي الفيوم 33 23 بني السويف 33 22 الوادي الجديد 47 السيوت 35 22 سهاج 39 23 إنا 41 27 الأقصر 43 27 أصوان 43 29 عودة للزملاء لاستكمل بقى ثرات شكرا لك يا فاطين